مع دخول معركة درع الفراد في الأسبوع الأخير من شهرها الأول وتحقيقها تقدما جيدا على الصعيد العسكري وزيادة عدد المشاركين فيها بقيادة تركيا كان لابد من ظهور بعض المواقف التي ربما تغير شيئا على الصعيد السياسي خصوصا مع ظهور الاتفاق الأمريكي الروسي والتقارب السابق بين موسكو وتركيا والتي أدت لمحاربة هذه الأطراف جميعا وجود داعش قرب الحدود التركية وإبعادا ناعما للمقاتلين الأكراد من المناطق ذاتها إحدى هذه الإشكالات ظهرت قبل يومين عندما قام لواء أحرار الشرقية بالاعتراض على وجود مجموعة من قوات أمريكية خاصة داخل المعركة بجانب قوات تركية وعلى إثر هذا الاعتراض غادرت المجموعة الأمريكية المنطقة باتجاه الحدود التركية هذا التصرف شكل عاصفة من الجدل حول جدواه ما بين مؤيد ومعارض خصوصا أن الأتراك وهم قادة العملية أدخلوا هذه القوة إلى المعركة بعيدا عن الأخذ والرد في قضية القوة الأمريكية أعلنت الفصائل المشاركة بدرع الفرات انطلاق المرحلة الثالثة من المعركة بهدف السيطرة على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في حلب الشرقي فيما قال ناشطون إعلاميون إن مستشارين أمريكيين يشاركون فيها ويقتصن دورهم على التنسيق مع طائرات التحالف الدولي سياسيا صرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قاينق أن القوات التركية تمكنت خلال 15 يوما في سوريا من تحقيق ما عجز عنه التحالف الدولي خلال أربعة أعوام وهو تلميح ضمني تريد تركيا منه الخروج من دائرة الاتهام حول دعمها لأي مقاتلين تتهمهم الولايات المتحدة بالإرهاب ترجمة نانسي قنقر